حضراتكم نتكلم النهاردة عن موضوع التقييم بالمشروعات في السنوات من التالت الابتدائي إلى التالت الاعدادي يمكن من المفيد في الاول ان احنا نذكر ان فيه طرق مختلفة للتقييم التقييم عموما علم كبير فيه طبعا الاختبارات التقليدية التحريرية لكلنا عارفينها وكلنا متعودين عليها فيه طبعا في حتة اخرى بنعمل اختبارات شفاوية احيانا او اختبار عملي زي التعليم الفني او اختبارات عن طريق مشروعات المشروعات دي بتبقى شكل اخر من اشكال التقييم بتتعمل علشان اسباب كتير احنا في الحالة اللي احنا فيها اخترنا نعمل تقييم بالمشروعات مش العنوان اللي هو الغاء الامتحانات احنا ما الغيناش حاجة احنا استبدلنا طريقة التقييم من الامتحانات التحريرية طبعا ما داش نعملها عشان الظروف اللي احنا فيها ده واحد من الأسباب اللي خلتنا نروح للمشروعات السبب التاني إن ده نظام تقييم تعليمياً ممتاز لأنه بيقيس حاجات غير اللي بيقيسها الاختبار التحريري الاختبار التحريري بيقيس في خلال وقت محدد ساعتين أو ساعتين ونص قدرة معينة على استرجاع بعض الأمور المشروع بيتعامل في فترة أطول بيتعامل في أربع أو خمس أسابيع وبيقيس حاجات تانية بيشجع قوي على العمل الجماعي على الاعتماد على النفس التعلم الذاتي البحث الممنهج تحليل وربط الموضوعات التعاون بين أفراد الفريق طريقة العرض طريقة صياغة الأفكار مهارات تانية بيقسها ما بتبقاش بينها في الامتحان الساعتين المحدد فتعالوا مع بعض نشوف ده بيتعامل إزاي الفرق بين الاختبارات التحريرية والمشروعات جوهري في عملية التصحيح الاختبارات اللي كلنا متعودين عليها فيها إجابة نموذجية بنبقى حفظينها عارفين الإجابة دي صحة ولا غلط المشروع مش كده ما فيهوش صحة وغلط فيه حاجة كويسة وحاجة أحسن وحاجة أحسن منها كمان ففيه درجات إنما ما فيهوش إجابة واحدة ما لهوش إجابة واحدة إحنا بنسأل حد يقول لنا رأيه مثلا في تعامل دولة زي مصر مع الكورونا بالمقارنة مع ثلاثة أربع دول كمان فلازم نجيب إحصائيات نجيب أرقام نجيب القرارات اللي اتخذتها الدول ونقرنهم ببعض ونعمل مقارنة ونستنتج نقول رأينا هنا بقى ده ما فيهوش صحة وغلط لو عشر مجموعات خدوا يطلعوا عشر حاجات غير بعض كلهم كويسين بس فيهم درجات في العمق في عمق المعالجة وكده فانتفق إن ده ما فيهوش إجابة نموذجية بيتأسس زي هو له هيكل المشروع بيبقى له هيكل هقول لكم بعد شوية وقول لكم هنصلحه إزاي أو هنحكم عليه إزاي بس تعالوا نروح للحاجات الأساسية في الأول يعني من تلتة ابتدائي لتلتة إعدادي مع مراعاة فروق السن إحنا وعيين جدا لأن الطفل اللي عنده في تلتة ابتدائي هنطلب منه حاجة على قد هذا العمر غير اللي هنطلبها من اللي في تلتة إعدادي بعد ما قلنا كده أهم نقطة نعرفها دلوقتي إنه لكل سنة دراسية من تلتة ابتدائي لتلتة إعدادي الطالب أو الطالبة هيعملوا مشروع واحد للمرور إلى السنة الأعلى وليس مشروع في كل مادة اللي كان بيكتب على الإنترنت بقالنا أسبوعين ثلاثة كله الحقيقة جانب الصواب يعني بعيد قوي عن الحقيقة وكلها نوع من التوقعات فعشان كده دايما بنقول لكم ما تستمعوش إليها إلى لحد ما نقول لكم الطالب في رابعة ابتدائي في خمسة ابتدائي ايه في قول الإعداية دي في كل السنوات دي هيعمل مشروع واحد للتخرج من هذه السنة هذا المشروع هيكون متعدد تخصصات يعني بيمس اللي تعلمناه في العلوم وفي الرياضيات وفي اللغة العربية وفي الدين وفي التربية الفنية بنجمعه في موضوع معين بيبقى موضوع بنعلق عليه من خلال تربيت الحاجات اللي تعلمها فبدينا فرصة نعرف اللي تعلمناه ده إيه علاقته ببعض وإعلاقته بالحياة وبنعمله مش لوحدنا بنعمله في مجموعات ممكن الطالب يعمله لوحده لو حب أو يكون مجموعة فيها أربعة من زميله بحيث يبقوا كلهم خمسة الخمسة يعمله مشروع مشترك وده فيه تعلم أكبر على إدارة الفريق وتحديد الأدوار وكده تعالوا ناخد مشروع نموذج عشان نتخيل احنا مثلا هنعمل ايه تخيلوا ان احنا في مثلا نقول اعدادي فيه مشروع عنوانه ايه أثر المناخ في حياتنا مثلا فاحنا تحت هذا العنوان هنسأل بعض الأسئلة اللي إجابتها مستوحى من المواد المختلفة يعني مثلا نقول ايه لو هنربط بالرياضيات فنقول اجمع بعض الأرقام الإحصائية مثلا المعبرة عن نسبة التلوث وأثارها في الكرة الأرضية ولما تجيب الأرقام دي حطها لنا في صورة شكل بياني وطبق ده على مصر مثلا فهنا لازم اروح ادور على المعلومات دي في حاجة زي المكتبة الرقمية اللي احنا خلناها موجودة أو في كتب أو في كتب الكتاب المدرسة في أي مصدر متاح إليك ممكن نسأل تحت نفس العنوان لو أثر المناخ في حياتنا تخيل انك في رحلة نيلية مثلا من أسوان لضمياط إيه الأقاليم المناخية اللي عديت عليها أثناء الرحلة دي الإجابة على السؤال ده هنلاقيها لو دخلنا في الكتاب بتاع المدرسة وهنلاقيها لو دخلنا في المكتبة الرقمية موجودة بصور غير بعض ممكن احنا كفريق بقى نصيغ الرد على السؤال من خلال المراجع اللي لقناها مثلا نتخيل ان احنا في رحلة للفضاء الخارجي بقى مش رحلة في النيل ايه نسب الغازات الموجودة في الغلاف الجوي وأثر زيادة غاز ثاني أكسيد الكربون على حياتنا مثلا دي برضو نروح للمراجع هنلاقي ده احنا اللي هنصيغه بقى في الآخر فده مثل بسيط وهيبقى فيه أمثلة تانية ممكن يبقى فيه مشروع زي ده عن دورة المياه المياه ازاي بتتبخر وبتعمل صحب والصحب دي بتتكسف وبتعمل أمطار وحاجات كده وازاي تتكون الأنهار وبتصب في المحيطات موضوع تاني الطالب هيجيله لو احنا في أي سنة دراسية من السنوات ما بين تالتة ابتدائي وتالتة عددي هيجيله لستة فيها أربع أو خمس مشروعات يختاروا واحد منه فمش بس هيبقى عنده مشروع واحد مفروض عليه لا هيبقى عنده اختيار من أربع أو خمس اختيارات هيختاروا واحد ويشكل مجموعة ويشتغلوا عليه الهيكل بتاع المشروع اللي هيقدمه لنا هيكون هنديهلكوا طبعا مع المشروع صورة للهيكل ده تمشي عليها نكتب العنوان نختار عنوان للمشروع اللي هنقدمه ونكتب الأرقام التعريفية أو الكودز بتاعتنا كطالبة مش أسامينة زي رقم الجلوس كده نكتب كود الطالب وبعدين نكتب مقدمة بسيطة أو ملخص للمشروع اللي هنقدمه تحتها جسم المشروع اللي هو فيه الردود بقى على الأسئلة اللي احنا دتلكوا نموذج منها دي عناصر البحث يعني أو عناصر المشروع وعدين النتائج أو الملاحظات اللي احنا اكتشفناها كفريق يعني وفي الآخر مهم قوي المراجع اللي استندنا إليها لما نذكر حاجة في أي إجابة عن الأسئلة دي نكتب جبناها منين دي لقناها على المكتبة الرقمية دي جبناها من الكتاب اللي اسمه كذا أو جبناها من الموقع اللي اسمه كذا الفكرة هنا مش إن أنا لقي حاجة أخدها كوبي وروح من الزيل عملها بيست مش الفكرة كيه فكرة إن احنا نفكر مع بعض كفريق ونقول رأينا الجماعي بلغتنا نصيغه نعتمد على المراجع مش ننقل المراجع نتعلم منها ونعبر عن رؤيتنا للمشروع طبعا أي حد سمعنا ممكن يسأل ودل في تالتة ابتدائي هيعرف يعمل كده يعرف لما السؤال يبقى أبسط والشكل هيبقى أبسط لبتاعة تالتة ابتدائي عن بتاعة تالتة أدادي طبعا فهتلاقوا فرق في المشاريع بيراعي الفئة العمرية ولكن بوزور إن هو يشتغل في مجموعة ويدور على المعلومة ويربط الرياضيات بالعلوم بالدراسات الاجتماعية ممكن نتعلمه من وإحنا صغيرين إحنا يوم الحد 5 إبريل إن شاء الله هنزل على موقعنا وعلى موقع الوزارة وعلى كل المواقع فيديو توضيحي لمثال من ده ناخده من الألف للياء يعني نتخيل إن احنا بنحله مع بعض وإزاي هندور في المكتبة الرقمية وإزاي هناخد المعلومة وهنصغها عشان ترتاحوا أكتر للفكر يوم الخميس 9 إبريل هنعلن جدول المشروعات جدول المشروعات اللي هو هيبقى السنة الدراسية قدامها خمس مشاريع مثلا اللي هنختار منه السنة تالتة ابتدائي بعدين رابعة وبعدين خمسة وستة كده الجدول ده هننشره على موقع الوزارة طبعا وعلى السوشال ميديا وهننشره كمان مطبوعا في الجرائد القومية يعني الجرائد القومية هيبقى فيها نفس المشروعات والتمبلت أو المصطرة اللي هنكتب بيها العناصر المشروعات السؤال طبعا الناس كتير بتسألوا طب أنا لو ما عنديش إنترنت إحنا ما ذكرناش الإنترنت في الموضوع لحد الوقت هو الفكرة كلها سؤال ومراجع وهنجمع المعلومات ونكتب تقرير لو أنا عندي إنترنت أقدر أدخل على المنصة اللي هتبقى في المدرسة هلاقي عليها المشاريع لو ما كونش عندي الحاجة دي ممكن أخدها من الجرائد القومية بس لو أنا عندي إنترنت ممكن أدخل كمان على المكتبة الرقمية اللي هي أهم حاجة تهمنا في الوصول إلى الإنترنت عشان كده إحنا كمان عاملين حسابنا نشتغل مجموعات ممكن واحد بس من الخامسة يقدر يخش على المكتبة ويدخلوا معاه ويجيبوا المعلومة ويشتغلوا عليها فأي واحد بالخامسة مش لازم كل الخامسة لو الخامسة كلهم ما عندهمش إنترنت برضو ما فيش مشكلة هنلاقي المشروع وهنلاقي الإرشادات هنشتغل عليها مراجعنا هتكون كتب المدرسة وأي كتب أقدر أشتريها من المكتبات العامة زي ما كنا بنعمل بحث طول عمرنا قبل الإنترنت أروح مكتبة وأخذ منها المصادر اللي تهمني في الموضوع ده فدول الفرق بين الاتنين اللي هيعملها على ورق هيكتبها بإيده أو حد من المجموعة يعني هيصغها وهيقدمها لمدرسته ومدرسته هي اللي هتحملها على المنصة لشان تتواجد إلكترونيا إحنا عاوزين ليه الحلول تتواجد إلكترونيا وعملين منصات وكده عاملين منصات لأسباب كتير منها التواصل بين الطالب والمعلم وليه الأمر وده مهم والوصول إلى المشروعات والنماذج والحوار بيننا والوصول أساساً للمكتبة الرقمية بس إحنا عاوزين في الآخر حتى لو تعمل ورق يبقى إلكتروني ليه لإحنا مش هنخلي معلم الفصل مش هو اللي هيصلح المشروع يعني اللي وضع المشروع هو الوزارة مش معلم الفصل والليست اللي هتنزل يوم 9 إبريل فيها خمس مشاريع لهذه السنوات الدراسية لهم سبع سنين يعني 35 مشروع كل سنة لها خمسة هنختار منه إحنا عاوزين الإجابات الإلكترونية علشان نقدر نوزعها على معلمين مختلفين كل مشروع بيبص فيه من 2 إلى 3 معلمين لأنه هو فيه تخصصات غير بعض فبيبصوا عليه بيدولوا كده مش نمر بس بيدولوا تقييم ده مقبول أو غير مقبول أهم نقطة نفتكرها إن المشروع اللي عملته الوزارة واللي هيصلحه ليس معلم الفصل معلم الفصل دوره إرشادي للطلبة بتوعه من خلال المنصة أو إنهم يتصلوا بيه بأي وسيلة يساعدهم يعلمهم فكرة البحث يسألوا إزاي نكتب الموضوع ده لو كانوا محتاجين رأيه أو يفهموا منه الموضوع نفسه فعشان كده بحاول أقول لكم إن الفكرة هنا مش إن نخلي حد يعمل لنا المشروع والتعلم كله جاي من إن الولاد تعمل المشروع مفيش حاجة دي سنة تنقل عادية خالص معظم السنوات دي سنوات نقل عادية مش محتاجة نقل منها ولا أي حاجة إحنا مديين بدل الامتحان بتاع الزمان اللي كان ساعتين وبنقض نحفظه بتاع مديين خمس أسابيع عشان نقض كفريق مع بعض كتاب مفتوح وعندنا كل المصادر ونصيغ رأينا وكل أراء مقبولة الهيكل اللي أنا قلته هيبقى أقصاده لما يتنشر لحضراتكو يوم 9 إبريل العناصر اللي إحنا هنبص عليها هنقول مثلا إحنا بندي يعني علامة صح على العنوان الجيد مثلا أو إن واحد التزم بعناصر المشروع أو إن الحتة الفوق المقدمة كتلا تقل مثلا عم 100 كلمة أو النتائج لازم يكتبها صح أو المراجع لو كتب المراجع يبقى له علامة صح فهيبقى فيه مثلا عشر عناصر لو عمل خمسة من العشرة مظبوط يبقى المشروع مقبول فأكتر من نص الخمسة أو ستة من العشرة المطلوبين فهو ما فيهوش حاجة تقلق ولا تخوف ولا فيه صح وغلط مطلق الفكرة إن إحنا بنتعلم إزاي نتكلم حواليه موضوع نربط فيه كل تعلمناه وفي نفس الوقت نستخدم مصادر ونفكر منهجيا ونشتغل مع بعض دي كل الفكرة المواعيد يعني الرسائل الهامة مشروع واحد لتخرج كل طالب من سنة إلى السنة الأعلى المشروع ناتجته هتكون مقبول أو غير مقبول ما فيش درجات بالأرقام وفي نفس الوقت يوم الأحد خمسة إبريل في فيديو توضيحي هيساعدكم جدا يوم الخميس تسعة إبريل هيكون الجدوى المنشور في كل حتة عشان تختاروا منه وتبدأوا إلى خمستاشر مايو عندكم من تسعة إبريل لحد خمستاشر مايو في جميع سنوات النقل وأبنائنا في الخارج يعملوا فيه هذه المشروعات وأعتقدت تبقى موضوع إن شاء الله يمشي كويس بس ياريت بقى في ضوء اللي قلناه نتأكد إن ما فيش حد أبداً أبداً مضطر يستسلم لأي مخلوق بيطلب منه فلوس عشان يعملوا مشروع فيش حاجة زي كده خالص وعلمياً وأخلاقياً وتربوياً ده غلط فاحش مش حاجة اسمها حد يعمل ليداً المشروع منه ناشد أولياء الأمور يتأكدوا إن أولادهم يشرفوا بس إن أولادهم بختاروا المجموع وبيشتغلوا وحتى يتكلموا معهم في المشروع ده جزء من التعلم كله إلا إني أدي المشروع لحد يعملهولي لو أنا بديل حد يعملهولي بقى أنا ما تعلمتش حاجة خالص المسألة مش محتاجة ده لإن إحنا يجيين نتعلم له سنوات فصلة ولا أي حاجة خالص فناخدها بهدوء شديد وأعتقد الولاد هيستمتعوا بيها بس يا ريت ما نستسلمش لأي حد بيدغط علينا ما فيش حد هيقدر يضغط علينا لأن التصميم بتاع المشروعات ما بيسمحش بهذا فإن شاء الله تمشي كويس وتبقى خطوة جيدة في طريق تطوير التعليم المصري وشكراً جزيلاً لاستمعكم